دكتور أسامة من أين تأتي ميزانياتكم؟ طبعا في الأساس من الدولة لكن هل القطاع الخاص بيساهم في هذا؟ نحن كجاعة حكومية نحن موازنة، خزانة عامة، دولة، ستة أبوات لماذا لا تسعوا لمساهمة القطاع الخاص معكم؟ نحن فيه توجه إن شاء الله لإيجاد رعاة لإقامة احتفاليات معينة وأنشطة معينة مرتبطة بدار الكتب والوسائق بحيث إن ده يوفر تمويل لمساعدة الدار على أداء وظيفتها إن طبعا الحمل ثقيل صحيح وده بيحصل في كل العالم يعني فلماذا لا نلجأ إليه نحن؟ يعني فعلا إحنا من سنة بالزلط بدأنا في هذا الاتجاه إحنا كمان من ضمن الحاجات اللي إحنا شغالين عليها مش بس البحث عن رعاة ولكن أيضا البحث عن مصادر دخل بالاستفادة من المقتنى إزاي؟ أنا عندي مجموعة رائعة من المصاحف المملكية المسجلعة في اليونسكو وعندنا مجموعة من المخطوطات بتشمل علوم وفنون مختلفة منها ما يسمى باسم المينياتير أو المخطوطات المزوقة بالتصوير التصوير فارسية والتصوير تركية منها المصور الإيران المشهور الفارس المشهور بهزاة فوزارة الأثار بتعمل مستنسخ ريبليكا من أبو الهول ومقال هذا وده بيتباع في البوكشوب في المنافذ السياحية فإحنا دلوقتي مع قطاع الفنون التشكيلية والسندوق تنمية الصخفية بالفعل رقمنا مجموعة من المغطنيات الضار لإعادة إنتاج مستنسخات منها وطرهاها للبيع سواء في القطاعات وزارة الصخفة المختلفة أو مع إن شاء الله في المستقبل الغريب مع منافذ بيت الهدايا في المتاحف المصرية بالنسبة محددة من التوزيع يعني هذا لم يكن يحدث خلال السنوات اللي فاتت كلها لم يكن يحدث ولعل ذلك ناتج عن يعني مكانش يمكن حد جات له الفكرة دي في زهنه وجايز عشان أنا تكويني أثار فالفكرة جاية معايا من الأثار وهي موجودة برضو كانت في الوزارة وفشغلين على دعواتك الوسائق اللي موجودة يعني في هذا المكان هل يعني من حين لآخر ممكن يشوفها الجمهور العام في الصحافة أو في الإعلام طيب التعريف العلمي الوثيقة هي مادة تحمل معلومة فبهذا التعريف هناك وسائق يعني بتدخل فيه ما يسمى باسم الملك العام فيحق وده بيحصل فعلا صحفي بيعمل مثلا عن حرب السويس فالجرائد والمجلات والحاجات المتعلقة بما هي تعتبر وصيق بيجي يطلع عليها عادي ويأخذ منها المادة العلمية حد بيشتغل مثلا عن مثلا الانفتاح الاقتصادي اللي تم في السبعينات الرسورس الرئيسي أو الرسورس الرئيسي بتاع المصدر المعلومات الأصلية هي ما كتب في هذه الفترة سواء ككتب ودي موضوع أو فكتب موجود عندنا أو الدرائد والمجلات الكتب من ضمن رسائل دار الكتب أو من ضمن مهمة أننا عندنا إدارة اسمها إدارة الإدارة القانوني إدارة الإدارة القانوني اللي هي أي مؤلف أو دار نشر بيكتب عنده كتاب عايز ينشره بيجي لنا علشان يأخذ حاجة اسمها رقم الإدارة رقم الإدارة ده هو حفظ حقوق المكاة الفكرية للمؤلف والدار القانون بيلزمه أنه يسلم على الأقل خمس نسخ من هذا الكتاب في دار الكتب للاحتفاظ به ضمن رصيدها وده دي رسالة طبعا لأنه إحنا هي دار حفظ التراث الثقافي والفكري والأدبي لمصر فالإلزام ده في القانون يعني الإلزام لمن؟ لمؤلف الكتاب؟ للمنتج يعني المنتج ده سواء مؤلف أو الناشر منتج الكتاب يعني مثلا الناشر؟ الناشر هو اللي بيجي لي اللي بيعمل كتاب ممكن أنا أسامة عندي أعمل كتاب على حسابي على نفقات خاصة فأروح دار الكتب وأنا عايز ضمن حقوق الملكية الفكرية للكتاب بحيث أطالب بقى قانونا بأي شيء يحدث اقتباس يتعدى نسبة الاقتباس المقاررة قانون فبيجي بروح دار الكتب باخد رقم إدع وبيسيب لما الكتاب بيصدر بسلم منه خمس نسخ على الأقل بيتودع جزء منه أو النسختين بيتحطوا في المكتبة للإطلاع والباق بيبقى رصيد في الدار موجودين عشان لو نسخة تلفة طوامل هذا يتم تعود فده مش بس بيحفظ الحقوق الملكية الفكرية ولكن ممكننا النهاردة أن احنا نرجع للكتب اللي تلعبت الربعينات والخمسنات والتلعجينات لكن برضو بسأل حضرتك تاني يعني ده واجب على جهة النشر قام المؤلف المسؤول قانونا عن المنشور جهة النشر جهة النشر لو هو نشر لكن فيه ناس بتنشر من غير دار هو بيعمل كتاب على نفقته بيروح يطبعه في جهة النشر برضو بتبقى مطبعة لو مؤلف هو أنا عندي كتاب ومش عايز أروح دار نشر أنا عايز أنا حصرف عليه وحخرجه وحخلي حد المتخصص يخرجه ويطلع باسمه وحتى بيتكتب كتاب كتاب طبيع على نفقت المؤلف فبيجي المؤلف نفسه هو اللي بيخل يجي ياخد رقم ميدع وبياخد كمان ترقيم الدول اللي هو لا اس بي ان اللي هو عايز تمام لو نشر والغالبية طبعا الغالبية العظمى بتبقى دور نشر يعني معتمدة في اتحاد النشرين المصريين دار هي اللي بتتقدم بقى بالطلب لتسجيل الكتاب والحصول على الرقم ميدع اشتركوا في القناة